أهلاً وسهلاً بطلب الثالثة سنوي في مادة الأحيان النهاردة نشرف الحركة في الإنسان والحركة في جسم الإنسان بتعتمد على التعاون والتناسق مبين ثلاثة أجهزة رئيسية وهما الجهاز الهيكلي والجهاز العصبي والجهاز العضلي الجهاز الهيكلي بيشكل مكان مناسب لاتصال العضنات وبيعمل كدعامل الأطراف المتحركة والمفاصل بتقوم بدور مهم في حركة أجزاء الجسم المختلفة إنما الجهاز العصبي بيلعب دور مهم في حركة الجسم بحيث أن الجهاز العصبي بيعطي الأوامر للعضلات على شكل سيالات عصبية فبتم الاستجابة في صورة انكباض أو انبساط للعضلات وبالتالي بتحصل الحركة والجهاز العضلي مسؤول عن حركة أجزاء الجسم بحيث أن انكباض وانبساط بعض العضلات يؤدي إلى حدوث الحركة وبيتمثل الجهاز العضلي في العضلات الإراضية والعضلات اللا إراضية العضلات الإراضية هي اللي بيقدر الإنسان يتحكم فيها وبتشمل معظم عضلات الجسم إنما العضلات اللا إراضية هي العضلات اللي ما بيقدرش يتحكم فيها الإنسان وبتشمل العضلات الملساء وعضلة القلب والجهاز الهيكالي تم شرحه قبل كده ويلا بينا دلوقتي نشرح الجهاز العضلي والعضلة الهيكالية وتركيب القطعة العضلية وقالية الانكباض والوحدة الحركية الجهاز العضلي في جسم الانسان بيتكون من مجموعة وحدات تركبية تسمى العضلات يعني الجهاز العضلي هو عبارة عن مجموعة عضلات الجسم والعداداتهم حوالي 620 عضلة والعضلات في جسم الانسان بتنقسم إلى ثلاث انواع رئيسية اول نوع هو العضلات الهيكالية سكليتا الماسلز ودي العضلات اللي بترتبط بالعزام وبتساعد عن الحركة والتحرك وبتعمل بشكل اراضي وبتحت سيطرة الجهاز العصبي الاراضي والنوع التاني هو العضلات الملساء سموز ماسلز ودي العضلات اللي بتكون موجودة في الامعاء والاوعية الدموية والجهاز التنفسي والجهاز البولي وبتعمل بشكل غير اراضي وتحت سيطرة الجهاز العصبي اللا اراضي والنوع التاني هو العضلة القلبية كاردياك ماسل ودي العضلات اللي بتكون موجودة في القلب وبتعمل بشكل غير اراضي تحت سيطرة الجهاز العصبي اللا اراضي والعضلات هي عبارة عن مجموعة من الانسجة العضلية واللي بتكون معروفة باسم اللحم وخصائص العضلات هي انها بتكون خيطية الشكل بصفة عامة وبيكون لها القدرة على الانكباض والانبساط ووظائف العضلات بشكل عام في جسم الانسان هي انها بتكون ضرورية علشان تأدي النشاطات والوظائف التالية اول حاجة العضلات بتكون بوظيفة الحركة وبتشمل تغيير وضع عدو معين من الجسم بالنسبة لبقية الجسم وبالتالي تحريك اجزاء الجسم المختلفة واداء الانسان لحركاته الميكانيكية تاني حاجة الانتقال من مكان لاغ تالت حاجة المحافظة على وضع الجسم في الجلوس او الوقوع وده بفضل عضلات الرهبة والجزع والاطراف السفلية رابع واخر حاجة استمرار بحركة الدم داخل الوعية الدموية والمحافظة على الضغط الدم الطبيعي نتيجة انقباض العضلات الملساة اللي هي الناراضية الموجودة في جدران الاوعية الدموية تعالوا بعدك ها نشوف تركيب العضلة الهيكلية العضلة الهيكلية بتتركب من عدد كبير من خيوط رفيعة وتمسكة مع بعضها بتسمى الالياف او الخلايا العضلية الالياف او الخلايا العضلية بتكون موجودة دايما في صورة مجموعات معروفة باسم الحزم العضلية والحزمة العضلية بتكون محاطة بغشاء معروف باسم غشاء الحزمة تعالوا بعد جدا نتعمق اكتر ونشوف الليفة او الخلية العضلية بتتكوى من ايه الليفة او الخلية العضلية بتتكوى من المادة الحية اللي هي البروتوبلازم ودي بتشمل كل منه السيتوبلازم معادة كبير من الانوية والسيتوبلازم في العضلات بيكون معروف باسم الساركوبلاسم والليفة العضلية بتكون محاطة من الخارج بغشاء بيطلق عليه اسم غشاء الليفة ومعروف باسم الساركولم بيكون محيط بالساركوبلاسم والليفة العضلية بتحتوي على مجموعة الويفات عضلية بيتوا erleح أعدادها من 1000 لألفين لليفة وتكون مترتبة طوليا وموازية للمحور الطولي للعضلة نفسها يبقى لما يجي مثلا يقولك كم عدد الليفات العضلية الموجودة في خمس ألياف عضلية أو خلايا عضلية هندرب الألف في خمسة يبقى معانا خمس تلاف وبعد كده ندرب الخمسة تانية في ألفين يبقى عشر تلاف يبقى بيتراوح عدد الليفات العضلية من خمس تلاف لعشر تلاف في خمس ألياف عضلية أو خمس خلايا عضلية ولما يجي اسألك يقولك أقصى عدد من الليفات العضلية موجود في عشر ألياف عضلية يبقى ندرب العشرة في ألفين يبقى عشرين ألف ولما يقولك أقل عدد يبقى ندرب الألف في عشرة يبقى عشر تلاف تعالى بعد كده نتحمق أكتر ونعرف كل الليفة عضلية بتتكون من إيه كل الليفة العضلية بتتكون من مجموعة من الأقراص أو المناطق المضيئة واللي بيرمز لها بالرمز I والمناطق المضيئة دي بتتكون من مجموعة خيوط بيروتينية رفيعة معروفة باسم إيلاكتين وبيأطحف منتصفها خط داكن بيظهر كخط متعرج على شكل زجزاك علشان كده بيرمز لها بالرمز Z بعد كده الليفة العضلية بتحتوي على مجموعة من الأقراص أو المناطق الداكنة واللي بيرمز لها بالرمز A والمناطق الدكينة دي بتتكون من خيوط الأكتين بالإضافة إلى النوع الثاني من الخيوط البريطانية اللي بيكون عريض شوية واسمه الميوسين وبيتوسطها منطقة شبه المضيئة بيرمز لها بالرمز H والمنطقة شبه المضيئة دي بتحتوي على خيوط الميوسين السميكة فقط فباللوقتي عندنا مصطلح اسمه القطعة العضلية أو الساركومير والقطعة العضلية أو الساركومير هي المسافة ما بين كل خطين متتاليين من الزد والموجودين في منتصف المناطق المضيئة في الريفة العضلية وبالتالي بنستنتج ان المناطق اللي بيكون فيها أكتين بس هي المناطق المضيئة اللي بيرمز لها بالرمز I وبيكون في منتصفها خط داكن بيرمز لها بالرمز Z والمناطق اللي بيكون فيها ميوسين بس دي المناطق بيطلق عليها اسم المناطق شبه المضيئة واللي بيرمز لها بالرمز H والمناطق اللي بيكون فيها أكتين ويوسين مع بعض بيطلق علي اسم المناطق الدكنة واللي بيرمزلها بالرمز A وكمان بيستنتج المناطق الدكنة والموضية بتكون موجودة في العضلات الهيكلية والقلبية بس علشان كده بيطلق علي اسم العضلات المخططة والمناطق الدكنة والموضية مش بتكون موجودة في العضلات الملساة علشان كده بيطلق علي اسم العضلات غير المخططة وبيكون عدد المناطق شبه المضيئة اللي هي رمزها H بيساوي عدد المناطق الدكنة اللي رمزها A اللي اتنين بيساوي عدد الكطع العضلية وبيكون عدد المناطق المضيئة الكاملة اللي رمزها I بيساوي عدد الكطع العضلية ناقص واحد وعدد الخيوط الداكنة اللي هي Z بيساوي عدد القطعة العضلية زائد واحد وده شكل بيوضح جزء من تركيب العضل الهيكلية تحت الميكروسكوب الالكتروني فبنستنتج ان ده المنطقة المضيئة I اللي بتحتوى على خيوط الاكتين بس بيتوسطها خط داكن بيرمز لها بالرمز Z ودي المنطقة الداكنة اللي بيرمز لها بالرمز A واللي بتحتوى على خيوط الاكتين والميوسين معا وبيكون في منتصفها المنطقة شبه المضيئة اللي بيرمز لها بالرمز H وبتحتوى على خيوط الميوسين فقط وتعالى كده بشكل مقتصر وسريع نراجع على تركيب العضل الهيكلية احنا قلنا ان العضل الهيكلية بتتكون من حزم عضلية كل حزمة عضلية بتكون محطة بغشاء بيطلق عليه اسم الغشاء الحزمة والحزمة العضلية بتتكون من الاليافة والخلايا العضلية وكل ليفة عضلية بتتكون من غشاء الليفة العضلية والمعروف باسم ساركوليمة وبتتكون من المادة الحية اللي هو البروتوبلازم وبروتوبلازم الخلايا العضلية بيتكون من سيتوبلازم معروف باسم ساركوبلازم وبيحتوي على عديد من الانوية والسيتوبلازم في خلايا العضلية بيحتوي على اللييفات عضلية بكل اللييفة عضلية بتتكون من مناطق مضيئة بيرمز لها الرمز i كل منطقة مضيئة بتتكون من خيوط الاكتين بيتوسطها خط داكن بيرمز لها الرمز z واللاليافة بتتكون من مناطق داكنة بيرمز لها الرمز a كل منطقة داكنة بتتكون من خيوط اكتين وخيوط ميوسين بيتوسطها منطقة شبه مضيئة بيرمز لها بالرمز h ودي بتحتوي على خيوط ميوسين فقط تعال دلوقتي نعرف إزاي بيحصل الانكباض العضلي العضلات هي المسؤولة عن حركة الجسم وده بسبب قدرتها على الانكباض والانبساط بيتم انكباض العضل الهيكلية تحت تأثير الإشارات أو السيالات العصبية وفي السيولوجية استجابة العضلة للإشارة العصبية بيتمي بالتنصيق وتأذر ما بين الجهاز الهيكلي والجهاز العصبي والجهاز العضلي فلما ينتقل السيال العصبي إلى العضلة الهيكلية حالة العضلات الهيكلية الإراضية قبل استقبال السيالات العصبية بتعرف باسم حالة الراحة فبيكون السطح الخريجي للإشارة الليفة العضلية يحمل شوحنات مجامع والسطح الداخلي للغشاء الليفة العضلية بيحمل شوحنات سالبة فبينشأ فرق في الجهد نتيجة الفرق في تركيز الأيونات ما بين خارج وداخل غشاء الليفة العضلية والحالة دي بتعرف باسم حالة الاستقطاب يعني الاستقطاب هو عبارة عن حالة غشاء الليفة العضلية لما بيكون سطحها خارجي موجباً وسطحها الداخلي سالباً بعد كده بتبدأ تستقبل العضلات الهيكلية الإيرادية السيال العصبي فبيتم تسمية الحالة دي بحالة الإصارة ويعتبر المؤثر اللي بيسبب انكباض العضل الهيكلية هو وصول السيالات العصبية من المخ والحبل الشوكي عن طريق الخلايا العصبية الحرقية اللي بتتصل نهايتها العصبية اتصالاً محكماً بالليفة العضلية فبتكون منطقة اسمها منطقة التشابك العصبي العضلية لما بيوصل السيال العصبي إلى الحويصرات الموجودة بالنهايات العصبية للخلايا العصبية بتدخل أينات الكالسام إليها فبتعمل على تحرير بعض المواد الكيميائية اللي معروفة باسم النواكل العصبية زي الأستايل كولين فبتنتقل النواكل العصبية في الفراغ الموجود ما بين النهايات العصبية وغشاء الليفة العضلية لحد ما توصل إلى سطح الليفة العضلية الأراضية فبيتلاشى فرق الجود على غشاء الليفة العضلية وبيحصل انعكاس للشحنات يعني السطح الداخلي لغشاء الليفة العضلية بيصبح مجاباً والسطح الخارجي بيصبح سالباً وده بسبب زيادة نفذية غشاء الخالية لأيونات السوديوم الموجبة اللي بتتضفق بسرعة داخل غشاء الليفة العضلية وفي الوقت ده بيتم تسمية حالة غشاء الليفة العضلية بحالة اللا استقطاب وده اللي بيؤدي إلى انكباض العضلة فيبقى اللا استقطاب هو حالة غشاء الليفة العضلية عندما يكون سطحها الخارجي سالباً وسطحها الداخلي موجباً بعد ما ينتهي تأثير السهيلات العصبية بنرجع لحالة العودة إلى الراحة فرق الجهد على غشاء الليفة العضلية بيعود إلى وضعه الطبيعي بعد جزء من الثانية وده بفعل عمل انزيم الكولين أستريز وده انزيم بيكون متوفر في نقاط الاتصال العصبي العضلي واللي بيعمل على تحطيم مادة الأستايل كولين ويحولها إلى كولين وحمض خليه وبالتالي بيبطل عملها فيزول تأثير المنبه وتبدأ تعود نفذية لشهيل الليفة العضلية إلى وضعها الطبيعي في حالة الراحة اللي هي قبل استقبال السيال العصبي يعني العودة إلى حالة الاستقطاب بحيث أنها تقدر تستعب المؤثر الجديد وتكون مهيئة للاستجابة للمحفز مرة تانية بشكل مختصر كده تعالى نشوف إيه اللي بيحصل على الليفة العضلية عند بدوس الانكباض العضلي حالة الراحة بتكون قبل استقبال السيال العصبي فبيكون السطح الخارجي لغشاء الليفة العضلية موجبا والسطح الداخلي سالبا والحالة دي بتعرف باسم حالة الاستقطاب وبينشأ فرع في الجهد نتيجة الفرع في تركيز الايونات بين خارج وداخل غشاء الليفة العضلية وحالة العضلية نفسها في الوقت ده بتكون منبسطة إنما حالة اللي صارة بتحصل عند وصول السيال العصبي فبيكون السطح الخارجي لغشاء الليفة العضلية سالب والسطح الداخلي موجب والحالة دي بتعرف باسم اللاستقطاب اللي بيحصل فيها إن بيتلاشى فرق الجهد نتيجة زيادة أفزيط نشاء الليفة العضلية لعينات السوديوم عند استقباله لجزيئات الأستايل كولين بعد تحريرها من الحوصلات الموجودة في النهايات العصبية لنخلايا العصبية بفعل أيونات الكلسام وفي الحالة دي العضلة بتكون منقبضة إنما حالة العودة إلى الراحة بتحصل بعد انتقال السيال العصبي بعد جزء من الثانية فبيكون السطح الخارجي لغشاء الخلية موجب والسطح الداخلي سالب والحالة دي بتعرف بحالة العودة إلى حالة الاستقطاب مرة أخرى واللي بيحصل إن فرق الجهد بيعود إلى وضعه الطبيعي بفعل عمل إنزيم الكولين أستريز الذي يعمل على تحطين بادة الاسطايل كولين ويحولها إلى كولين وحمد خليك وبالتالي بيبتل عملها فيزول تأثير المنبئ وحالة العضلة في الوقت ده بتكون منبسطة مرة تانية تعالوا بعدك نشوف ألية انكباض العضلة في نظرية اسمها نظرية الخيوط المنزلقة للعالم هكسني والنظرية دي بتعتبر من أشهر النظريات اللي فسرت انكباض العضلات فرضية أو نظرية الخيوط المنزلقة بتعتمد على التركيب المجهري الضقيق لألياف العضلات بحيث إن كل ليفة عضلية بتتكون من مجموعة لويفات وكل لويفة عضلية بتتكون من نوعين من الخيوط البروتونية وهي خيوط الأكتين الرفيعة وخيوط الميوسين الغريزة العالم هكسلي استخدم المجهر الإلكتروني في المقارنة ما بين ليفة عضلية في حالة انكباض وليفة عضلية تانية في حالة الراحة فلاحظ إن في حالة الانكباض بتنزلك الخيوط البروتونية المكونة للألياف العضلية فوق بعضها بالتالي بيسبب انكباض أو تقلص حجم العضلة بحيث إن بتمتد من خيوط الميوسين روابط مستعرضة والروابط المستعرضة هي عبارة عن خيوط بيتم تكونها بمساعدة أيولات الكالسيوم بتمتد من خيوط الميوسين علشان تتصل بخيوط الأكتين الروابط المستعرضة بتشتغل زي خلططيف كده بحيث إن هي بتسحب المجموعات المتجورة من خيوط الأكتين باتجاه بعضها البعض وده بيحصل بمساعدة الطاقة المتخزنة في جزيات ATP فبينتج عن ذلك إنكباض الليفة العضلية فتبدأ خيوط زد تتقارب من بعضها البعض أثناء الانكباض وبكده تنقبض العضلة والتغيرات اللي بتحصل عن أجزاء الليفة العضلية أثناء الانكباض العضلي كالآتي أول حاجة المنطقة المضيئة واللي رمزها آي بيقول لطلعها نتيجة تقارب خيوط الأكتين من بعضها البعض والمنطقة شبه المضيئة لرمزها H بيقل أو بينعدم طلعها وده حسب قوة الانكباض والمنطقة الدكنة ولرمزها A بيفضل طلعها زي ما هو والقطعة العضلية واللي اسمع الساركومير بيقول لطلعها نتيجة تقارب خيوط زد من بعضها وخيوط الميوسين بينشأ منها روابط مستعرضة بتشتغل زي خططيف بتسحب المجموعات المتجورة من خيوط الأكتين والخيوط الأكتين بتبدأ أن هي تتقارب من بعضها البعض في اتجاه المنطقة شبه المضيئة فتقل للمنطقة المضيئة وخطوط زد بتتقارب من بعضها البعض فيقل لطول القطعة العضلية بعد كده في حالة الانبساط يعني عند زوال المنبه بتبتعد الروابط المستعرضة عن خيوط الأكتين فتنبسط العضلة وده بيحصل عن طريق استهلاك العضلة لوجزء من الطاقة المتخزنة في وجزئات ATP علشان تفصل الروابط المستعرضة عن خيوط الأكتين فبتتبعت خطوط زد عن بعضها وترجع الكطع العضلية إلى طولها الأساسي وبالتالي بنستنتج أن عملية اتصال الروابط المستعرضة بخيوط الأكتين أثناء الانكباض وعملية انفصالها عن خيوط الأكتين عند الانبساط بتحتاج إلى طاقة ولو نعمل مقارنة ما بين الليفة العضلية في حالة الانكباض وفي حالة الانبساط تبكى لنظرية الخيوط المنزلقة هنقول أن الروابط المستعرضة الممتدة من خيوط الموسين بتتصل بخيوط الأكتين وبعد كده بتسحبها باتجاه بعضها البعض فبتنقبض العضل وبتتقرب خيوط زد من بعضها فيقلي طول القطعة العضلية والعملية دي بتحتاج إلى الطاقة المختزنة في جزئات ATP إنما الليفة العضلية في حالة الانبساط اللي بيحصل أن الروابط المستعرضة في خيوط الموسين بتتعد عن خيوط الأكتين فتنفصل خيوط الأكتين عن خيوط الموسين وتنبسط العضل وخطوط زد بتبدأ أن هي تتبعد عن بعضها فتعود القطعة العضلية إلى طولها الأساسي وبرضو العملية دي بتحتاج إلى الطاقة المختزنة في جزئات ATP ولكن بعد كده كان فيه قصور في نظرية الخيوط المنزلقة بسبب أن النظرية الخيوط المنزلقة فصرت انكباض العضلات الهيكلية اللي هي المخططة ولكنها ما يدرتش تفسر ألية انكباض العضلات الملساء بالرغم من وجود بعض التقارير العلمية بتشير إلى أن الخيوط البروتونية في ألياف العضلات الملساء بتتكون من نوع بيشبه إلى حد كبير الخيوط الأكتينية في العضلات الهيكلية الوحدة التركيبية للعضلات الهيكلية هي الليفة العضلية والوحدة التركيبية للليفة العضلية هي الكطعة العضلية فتبقى أصغر وحدة انكباض هي الكطعة العضلية إنما الوحدة الوظيفية للعضلات الهيكلية هي الوحدة الحركية وإحنا شرحنا الليف العضلية والقطعة العضلية فاضل كده الوحدة الحرقية والهدف من دراسة الوحدة الحرقية هو التعرف على المظاهر الميكانيكية لعملية الانكباض العضلي لأن انكباض العضلات هو عبارة عن محصلة انكباض جميع الوحدات الحرقية المكونة للعضل الوحدة الحرقية بتتكون من مجموعة من الألياف العضلية والخلية العصبية اللي بتغزيها فلما يدخل الليف العصبي الحرقي إلى العضلة بيتفرح إلى عدد كبير من الفروع العصبية داخل العضلة وكل ليف عصبي حرقي بيغزي عدد بيتراوح من 5% من الألياف العضلية وده بيحصل بوسطة التفرعات النهائية للليف العصب الحرقي اللي بيتصل الواحد منها بالصفائح النهائية الحرقية للليف العضلية في مكان يعرف باسم الوصلة العصبية العضلية الوصلة العصبية العضلية أو التشابك العصبي العضلي هو عبارة عن موضع أو مكان اتصال تفرع نهائي لليف عصبي حرقي بالصفيحة النهائية الحرقية للليفة العضلية وبكذا لو احنا عايزين اقل عدد من الوحدات الحرقية في العضلة الهيكلية بنقسم عدد الالياف العضلية على 100 ولو عايزين اكبر عدد من الوحدات الحرقية في العضلة الهيكلية بنقسم عدد الالياف العضلية على 5 فمثلا لو بيقولك عايز اقل عدد من الوحدات الحرقية في عضلة هيكلية بتتكون من 1000 ليفة عضلية يبقى نقسم 1000 على 100 هتدينا 10 وحدات حرقية ولو عايز أكبر عدد من الوحدات الحرقية في العضلة هيكلية المكونة من 1000 ليفة عضلية بنقسم 1000 على 5 فيدينا 200 وحدة حرقية نجي بعد كده لتفسير الإجهاد العضلي إجهاد وتعب العضلة بيحصل بسبب انقباض العضلة بصورة متتالية وسريعة وده لأن الدم ما بيقدرش ييني للإكسجين بالسرعة الكافية علشان يوفر للعضلة احتياجاتها من التنفس وإنتاج الطاقة فبتلجأ العضلة إلى تحويل مادة الجليكوجين اللي متخزنة فيها إلى الجولوكوس وبيتم أكساته بطريقة التنفس اللاهوائي مع العلم أن التنفس اللاهوائي للعضلة بيدينا 38 جزء من الـ ATB ولكن التنفس اللاهوائي للعضلة بيدينا 2 جزء بس من الـ ATB فلما تلجأ العضلة لعملية التنفس اللاهوائي بيتراقم حمض اللاكتيك اللي بيسبب تعب ويجاد العضلة وكمان تناقص جزيئات ATB من 2 ATB بدل ما يكون 38 بيؤدي إلى عدم انفصال الروابط المستهرضة عن خيوط الاكتين لأن انفصال الروابط المستهرضة بيحتاج برضو الطاقة من المتخزنة في جزيئات الـ ATB فلما تقل جزيئات الـ ATB بتفضل الروابط المستهرضة مرتبطة بيها وبتظن العضلة في حالة انكباض مستمر وبالتالي بتكون غير قادرة على الانبساط مما يسبب حدوس الشد العضلي المؤلم طيب وازاي بيحصل زوال الاجهاد العضلي لما العضلة بتستريح بيوصل لها كمية كافية من الأكسجين فتقوم العضلة بالتنفس الهواي وينتاج كمية كبيرة من جزيئات الـ ATB فتعمل على انفصال الروابط المستهرضة عن خيوط الاكتين مما يؤدي إلى انبساط العضلة وبالتالي بتبدأ العضلة من جديد في تتابع من الانكباضات والانبساطات وكمان لازم نلاحظ أن الشد العضلي ممكن يحصل بسبب وصول النباضات العصبية غير الصحيحة من المخ إلى العضلات مما يتعارض مع الأداء الطبيعي لوظفتها وكمان الشد العضلي الزائد عن الحد ممكن يتسبب في حدوث تمزق العضلات وحدوث نزيف دمه وتعالى نعمل مخطط كده بشكل مختصر يوضح سبب كل من الإيجاد العضلي والشد العضلي لما بيحصل بازل موجود عنيف بيؤدي إلى انكباض العضلة بصورة متتالية وسريعة وده بيسبب نقص الأكسوجين في العضلات فبتلجأ العضلة إلى التنفس اللاهوائي والتنفس اللاهوائي بيسبب تراكم حمد اللاكتك اللي بيؤدي إلى الإيجاد العضلي كمان التنفس اللاهوائي بيسبب تلاقص جزيئات الـ ATB لأنه بيتكون عنه 2 ATB بدلا من 38 ATB في التنفس اللاهوائي والتلاقص جزيئات الـ ATB بيؤدي إلى الشد العضلي بسبب أن الروابط المستعرضة ما بيتلاقيش جزيئات ATB علشان تنفصل عن قيوط الأكتين وبكده نبقى خلصنا الجزء الخاص بشرح الحركة في الإنسان لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعبيروا لايك وتشتركوا في القناة لو لسه مش مشتركين وتشيروا الفيديو لكل أصحابكم علشان الكل يستفيد اشتركوا في القناة